النهاردة استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في أصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وعقدت جلسة مباحثات منفردة أولاً بعدها كان في جلسة موسعة ضمت وفدين من البلدين نحيتنا بطبيعة الحال وإخوتنا أشققنا المحببين دائماً إلينا من السودان واستعرض الوفدين أو استعرض رجال البلدين كل العلاقات الثنائية مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بما يرقى لمستوى العلاقة السياسية بين قوسين دي من عندنا والتاريخية والنسب والمصاهرة والحضارة المشتركة فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي الطرق والكهربي بين البلدين كمان الجانبين بحثوا تطورات ملف سد النهضة وتم التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين مصر والسودان باعتبارهم بالنسبة لنا كلنا إحنا الاتنين إحنا شعب واحد وهي مسألة أمن قومي لنحنا الاتنين ومن ثم تمسك البلدين بالتواصل للاتفاق القانوني العادل المنصف الملزم لعملية مال وتشغيل سد النهضة طيب في الشأن الليبي شدد الجانبين على ضرورة دعم كافة الجهود للتواصل لحل سياسي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية فضلاً عن دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واتطلعها بمسئوليتها وده طبيعة الأحوال إلى جانب ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين من الأجانب تماماً في مدى زمني محدد وده تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية المتصلة بنفس ذات الأمم